شغل الشغل دلوقتي أي بيت مصري، أي أسرة فيها حد في السنوية العامة فكرة إزاي أرتب الرغبات الخاصة بي في الالتحاق بالكليات والجامعات يعني بداية كده، إيه المفروض أعمله قبل ما أبتدي أدخل وحط رغباتي للالتحاق سواء كنت قسم أدبي أو عيمي طيب حضرتك حطت إيدك على المقطة المهمة جداً واللي دايماً بتحصل بسببها كثير من المشكلات أن طلاب يضيعوا فرصة التحق بالكليات اللي هم عايزينها رغم أن مجموعهم يسمح بذا بسبب الترتيب الخاطئ للرغبات بدايةً أول حاجة لازم الطالب يعملها قبل تسجيل رغباته أنه يدخل على موقع التنسيج الإلكتروني نفسه هيلائي دليل رشادي كامل بطريقة التسجيل وخطواتها وطريقة كمان كتابة الرغبات يعني إزاي يكتب الرغبات بشكل ما يضيعش فرصه في الالتحق بأي من الكليات أخد باري أشوف الدليل الرشادي ده قبل ما أعمل أي خطوة قبل أي خطوة هيضيع ربع ساعة أو نص ساعة يقرأ فيهم الدليل بتأني ويفهم قواعد التوزيع الجغرافي ماشية إزاي يفهم طريقة الاختيار ماشية إزاي يشوف التخصصات المتاحة قدامه في كل كليات الجامعات الحكومية ده بالنسبة للي هيتقدمه طبعا للجامعات الحكومية والتنسيق للجامعات الحكومية الجزء الثاني من الحاجات المهمة جدا جدا والطالب بيفكر أنه يسجل رغباته بشكل صحيح طبعا هناك 75 رغبة لازم الطالب يسجلها على موقع التنسيق الإلكتروني ومكتب التنسيق بيرشحه وفقا لرغبته وتنفسه مع زملاء الآخرين اللي بيسجلوا رغباتهم لازم يسجل 75 رغبة لازم يسجل 75 رغبة هو البرنامج بيجبره على ده طب أنا مجموعي مريحني ومتأكد إن شاء الله وحكت برغبة واحدة بس علشان أحس من جوان لا برنامج التنسيق الإلكتروني برنامج التنسيق الإلكتروني عشان يدي فرص للجميع ويكون في عدالة وتكافؤ لازم الطالب يسجل 75 رغبة ولازم في نفس الوقت كمان يراعي عدة معي يعني عدة خطوات قبل التسجيل أنا في نصيحة مهمة جدا للطلاب اللي بيسجلوا رغباتهم الطالب لما يجي يسجل رغبته مثلا هو من محافظة القاهرة ما يقلقش وهو بيكتب لو هو مثلا محتاج بيدخل كليات الطب يبقى لازم أن يكتب كل كليات الطب من أول القاهرة اللي هي منطقة جغرافية ألف لي والمنطقة به اللي هي بينها والفيوم ثم يكمل بقية الكليات الطب على مستوى محافظات مصر كلها ما يفصلش بينهم بأي تخصص آخر لأن بعض أولياء الأمور يقول إيه أنا هسجل بس اللي في انطاق الجغرافي في انطاق الجغرافي وهتنقل على تخصص تاني وبعد كده أرجع في آخر رغباتي أسجل الكليات هو كده بيبقى ضيع على نفسه فرصة احتمالية أنه هو ممكن يرشح لكلية إقليمية وبالتالي في بعد كده مرحلة اسمها مرحلة تحويلات تقليل اغتراب ممكن يستفيد منها ممكن يستفيد منها يعني عشان نفهم برضو نوضح لسالة المشاهدين أنا مثلا رغبتي كلية طب أو هندسة فبحط كلية هندسة في المحيط الجغرافي ده رقم واحد وبعد كده كل ما يتعلق بهذا التخصص في جامعات مصر كلها بالضبط وانتقل التخصص تاني قبل الانتقال التخصص تاني لازم أن أكمل التخصص دي ملحوظة مهمة جدا عشان دي هي بتسبب كتير جدا في ضيعة الفرص على الطلاب الملحوظة التانية لازم وليه الأمر والطالب وهو بيسجل رغواته يفهم هو داخل على إيه هو إيه التنسيق في مصر وإيه تنسيق القبول في الجامعات الحكومية تنسيق القبول في الجامعات الحكومية بيراعي تلت يعني تلت أجزاء مهمة الجزء الأول هو فكرة المجميع بتاعة الناجحين في السنوية العامة ما جميع الناجحين في السنوية العامة لو هي كبيرة تمام إذن الطلاب اللي هيدخلوا أو اللي هيقدموا على الشريحة الأعلى الكليات الطبية مثلا هيبقى هيتسببوا في رفع الحد الأدنى الحاجة التانية توجهات الطلاب في مصر نحو تسجيل الرغبات إحنا عندنا توجهات الطلاب في مصر نحو تسجيل الرغبات هي توجهات تقليدية من عشرات السنوات أنا عندي الطلاب يفضلوا كليات الطب بالنسبة للعلم علوم الطب ثم طب الأسنان ثم كانت صيدلة وبقى العلاج الطبيعي في تغيرات في سوق العمل أتاح بعض التغيرات طبعا علاج الطبيعي بقى له ثلاث سنين بيتقدم على كليات الصيدلة العلاج الطبيعي ثم الصيدلة ثم الطب البطري وكليات العلوم بالنسبة للعلم الرياضة دايما بيبقى فيه في الصدارة الرغبات الهندسة ثم الحاسبات وإن كانت الحاسبات بدأت تزاحم كليات الهندسة يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها عدد كبير من الطلاب فضلوا للتحاق بكليات الحاسبات على كليات الهندسة ده بالنسبة للعلم الرياضة بالنسبة للطلاب الأدب بقى هنا ما بنقدرش نحكمها بشكل واضح فيه تغيرات فيه طلاب بيتوجهوا نحية اقتصادهم سياسيا طلاب بيتجهوا نحية الإعلام طلاب بيتجهوا نحية الألسن طلاب بيفضلوا أقسام اللغات في كليات التجارة يبقى ده المعيار التاني وأنا بسجل رغباتي أبقى عارف كويس قوي إن أنا هدخل أتنافس مع طلاب عايزين يكتبوا إيه في رغباتهم الحاجة التالتة اللي بيتحدد الحد الأدنى للتحاق بالجامعات فكرة الأعداد اللي بيتحددها بيحددها المجلس الأعلى للجامعات لكل تخصص الأعداد بيحددها المجلس الأعلى بناء على إيه؟ بناء على الطاقة الاستيعابية صحيح لكل كلية إذن فيه مفهوم خاطئ أحيانا عند البعض إن مثلاً وزارة التعليم العالي بتحط حد أدنى معين لكل تخصص علشان تجبر الطالب إنه يلتحق بجامعات خاصة أو أهلية الكلام ده مش حقيقي الكلام الحقيقي هو إن الطالب بيدخل منافسة أو في مسابقة مع زملاءه الآخرين اللي لهم نفس اختياراته وبالتالي المفضلة بتكون للأعلى مجموع ولترتيب الرغبات في ضوء ده إحنا عندنا مؤشرات شبه واضحة للمرحلة الأولى بالنسبة لطلاب العلم علوم واضحة للمرحلة